بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سادة احنا مستمرين مع اصحاب السعادة اصحاب السعادة هي رحلة مع كل من يرجو السعادة الزوجية سواء كان قبل الجواز او كان في سنوات الجواز الاول لكن احنا كنا مقررين ان احنا نهتم شوئتين تلاتة بمرحلة الخطوبة ليه؟ لان مرحلة الخطوبة يمكن الاحاديث اللي وردت فيها احاديث ليست قليلة فيما يتعلق بالخطوبة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انظر اليها يبقى دي واح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج انه ينظر في نفسه في استعداده فقعدنا نتكلم عن معايير ان الخطوبة دي تكون نكحة بس في حاجات تانية كنا مهم جدا جدا ان احنا نتكلم عنها واحنا بنفصل في قوله صلى الله عليه وسلم من جاءكم من ترضون دينه وخلقه وبننظر في قوله صلى الله عليه وسلم انظر اليها وفي قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع كل الاحاديث دي بتقولنا ان فيه جوانب كتير لازم نبص فيها للخطيب والمخطوبة ما ينفعش ان احنا على طول كده نعتبر ان المرحلة دي مرحلة حصل فيها الانجزاب العاطفي او حصل فيها التلاقي فقط والقبول ويلا بدل حصل القبول نستمر بده قلنا كمان لازم يبقى عندنا جملة من الامور والمعايير فيه شوية حاجات كده لازم نطمئن عليها وعنقول شوية ضوابط تتعلق بيها في مرحلة الخطوبة عشان نقدر نمشي فيها ونعتبر ان الخطوبة قدت دورها يبقى الخطوبة هتكون نجحة لما تقدي دورها اللي هو ايه دورها التعرف طب ايه كمان احنا محتاجين نتعرف عليه النهاردة هنتكلم عن ست حاجات مهمة جدا كلها مأخوذة من احاديث رسول الله عليه وسلم اشار اليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت انكح المرأة لاربع فعلمنا ان فيه وجوه متعددة لازم نشوفها ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم وانترضون دينه وخلقه فعلمنا ان فيه جانب لابد ان احنا نبص فيه الست جوانب اللي احنا نتكلم فيها اول حاجة ايه نمط الشخصية بتاعت الشخص اللي احنا اللي جاي عشان نتجاوزه ايه ده هي فيه انماط اه طبعا احنا امال احنا بنختلف على ايه من اكتر الحاجات اللي بتأثر فيه الحياة زوجيه بعد كده ان احنا مش عارفين انماط بعض انماط بعض يعني ايه ايه السمات العامة لكل واحد من المخطوبين فاحنا لازم نعرف السمات دي وانقول بنتعامل معها ازاي ففي التصريف مثلا في الواحد لما يجي يوعد مع واحد هل هينبسط ولا هو هينفتح على الشخص اللي بتعامل معاه ولا هيكون حريص شوية فعندنا نمط اسمه المنفتح ونمط اسمه الانطوائي انا بحبش كلمة اللي انطوائي هم بيسموه كده بس هو المنبسط والشخص اللي هو الجواني اللي هو ايه الاكسروفيرت والانتروفيرت وفيه شخص اسمه الحسي والحدسي يعني الشخص اللي هو بيتعرف بالاشياء بالحس والتاني تعرف عليها بالحدس سأعني اتكلم عن ده وفيه نمط اسمه العقلاني وفيه نمط اسمه العاطفي ونمط اسمه الصارم ونمط اسمه المرن شايف الاشياء متقابلة ازاي فالاشياء المتقابلة دي بتخلي الناس تختلف وتتنوع طب والتنوع ده يعمل ايه؟ التنوع ده يعمل سراء ونقول ازاي نتعامل مع ده يعني مثلا في مسألة الشخص الانبساطي والشخص الجواني يعني في حد خارجي اكثر بيشحن من برا وفي حد بيشحن من جوه يعني واحد لما يقعد مع نفسه كده يتشحن واحد عشان يشحن لازم ينزي مع الناس فده لازم نعرفه فيه ازواج او فيه خطيب بيبقى انبساطي وفيه خطيب بيبقى باطني داخلي ففيه واحد ما بينزلش من البيت او واحد حتى لو قعد ما يتكلمش كتير واحد لو قعد لازم يملى المكان كله كلام ويتواصل مع الناس وفيه حد تاني فيه مسترة تانية وفيه حاجة تانية بتحدد النمط ده ان فيه حد حدسي فيه حد حسي بيهتم بالايه بيهتم بالتفاصيل وفيه حد حدسي بيهتم بالصورة الكلية وفيه حد منظم ومنضبط ويحب الخطط والالتزام وفيه حد مرن مسألة عنده سهلة وفيه حد بيبني قراراته على المشاعر اكتر للعاطفي وفيه حد بيبني بيبنيه على العقل اكتر تبدأ بعد الدراسة وبعد النظر عمل نمط من انماط التحليل فطلع علينا 16 نمط 16 نمط ده يقولك منهم المستشار والعقل المدبر والمعطاء والفنان المبدع والممول والمثالي والمؤدي المسلي والبطل ورائد الاعمال والمشرف والقائد والمفكر والمربي والحالم المحاور والفنان والمراقل 16 نمط طب ايه المطلوب مني ده ان انا اعرف نمط شريك حياتي بقدر الامكان ليه يعني بدل انا بنصح المخطوبين والمخطوبات بدل ما يروحوا يدوروا في الابراج يدوروا في ايه يدوروا في معرفة النمط بتاعه ده اصل الفترة دي فترة تجتهد شوي هنجتهد شوي عشان نعرف بعض ليه لان كل من اجتهد عشان كده بابه العلمي قبل القول والعمل انا لازم ابقى عارف ابقى عالم عشان ابقى اقومت بكل الوجب اللي علي والعاهد اللي شفت والله سبحانه وتعالى ان اللي بيتهب اللي بيجتهد في فترة الخطوبة بيرتاح بعد كده يعني ايه كل ما تجتهد وتبقى عارف نمط شريك حياتك كل ما بترتاح ده بايه المشكلة افرض نمطنا تلع مختلف انا لما اعرف ان نمط شريك حياتي او نمط خطيبي مختلف ابقى عارف ان الخلاف اللي بينا ده مش خلاف المقصود بيه ان هو ينقص مني او الخلاف اللي هو بيني وبينه ده مش معناه ان احنا مش ممكن ننفع لبعض بس احنا النمط ده بيتسبب فيه النشأة والخبرات والثقافة وكمان الرحلات وحاجات كتيرة بتدخل في تكوين النمط ده وده معناه ايه ان انا كل ما اعرف اختلافه ابقى مستعد ازاي اتعامل معاه مش مستعد اتعامل معاه ارد عليه واكسره واحطه تحت السيطرة لا معرفة الانمط مش عشان نسيطر على الاخر ولكن معرفة الانمط عشان اقدر اتواصل معه اتواصل صحيح ما درسلوش على سالك عريان عشان اعرف ازاي استفيد منه فنبقى متكاملين عشان اعرف كمان ان النمط ده حاجة مهمة جدا 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 ان فيه صفات جيدة وفيه صفات بتبقى اقل فدايما اهتم بان انا اخرج احسن ما فيه ان انا اخرج فيه احسن ما في النمط ده زي الشخص الانبساطي ده ده شخص جدا 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 استطيع ان انا استفيد منه بان هو يشير علي وان هو يحورني وان هو كذا ففي الغالب ازا انا احسنت التعامل مع هذا النمط في الغالب البيت مش هيبقى فيه خرس زواجي طب والشخص اللي هو اللي بيسمونه انت واق وانا بحبه او بيسميه الداخلي اللي بتشحن داخليا ده شيء مهم جدا جدا انه في الغالب انا مش هحتاج مجبود كبير عشان اقعد احوره عشان يبقى هو في حالك ويسر لا هو لو تساب لوحده هو بيبقى احسن وكذلك الزوجة او جذلك الخطيب يحصل معا كده يبقى معرفة الانماط ده شيء محوري جدا جدا في فترة الخطوبة يبقى لازم اعمل كده الحاجة التانية المهمة احنا قولنا ستة حاجات واحنا هنبتدي نسرع شوية عشان نقدر نوفي بالستة حاجات التانية حاجة انماط التزوج احنا مش كلنا عندنا مش نمط واحد في التزوج ففيه واحد عايز يجاوز زوجة لام واحد يحب امه او 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 متعلق بيها فهو عايز يجاوز واحدة زي امه او واحد كان عنده مشكلة في حياته ان امه ما كانتش موجودة توفيت او تزوجت فهو كان بعيد عنها فهي حد يعوضه حنان امه على فكرة وفي زوجة هايزة عايزة تبقى امه عشان بس ما حدش يقول تم جايزة هي بتبقى المشكلة فيه ان هي عايزة تبقى الزوجة لام ويبقى هو مش محتاج لام ساعتها لما بنعرف كده عندنا تأهيلات وعندنا تغييرات وعندنا تحولات بنعملها عشان الناس تتغير زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا جابر انت تزوجت بكرا او سيبا قال له تتزوجت سيب قال له ليه هلا بكرا تزوجت تلعبها وتلعبك فقال له يا رسول الله عندي اربعة من البنات عنده اخوات وعنده اربع اخوات بنات فكان محتاج واحدة ترعيها معاه فهو محتاج نمط الزوجة الام صحيح ده هو كمان يبدو أنا أسف يعني أنا تأمله معي بس أنا أظن ان سيدنا جابر نفسه كان محتاج كمان الزوجة الام يعني ده رأيي انه هو كمان كان محتاج لده وكمان نمط لما تزوج واحدة كان فيها السمات ده فرزاك رسول الله سكت يعني قابلة منه انه هو يتجوز بهذا المقصد يبقى فيه حاجة اسمها الزوجة الام وفيه حاجة الزوج الاب في مقابلته فيه الزوج الاب الزوج الاب ده مش الزوج اللي بيتجاوز قوة أو قوة مش الزوج اللي بيتجاوز الزوجة عشان يربيها احنا بنرفض ان الزوج يتجاوز الستة عشان يربيها ولا الستة تتجاوز الرجل عشان تغيره احنا بنقول ان الزوجين بيعيشوا مع بعض ويختاروا الأسطح لي وم مع بعض وهم عايشين مع بعض الزوج اللي بيتجاوز الزوجة عشان يربيها ده وبيجاوز ذاته والزوجة اللي بتجاوز الزوجة عشان تغيروا هي متجاوزة ذاتها هم لازم يتجاوزوا بعض لا هو يربيها ولا هي تغيروا ولكن يعيشوا مع بعض عشان يوصلوا للأسطح ليهم معا وهم أسرة مش ليه لوحده ولا ليها لوحدها وفيه جمعاً الزوج الصديق والزوجة الصديقة يعني فيه الزوج الصديق والزوجة الصديقة ساعات بتالب بقى الزوج الصديقة والزوجة الصديقة يعملوا بلاود فلازم ينتبهوا ايه الزوج الصديق يقول دي صديقتي فيروح يحكي لها بقى عن ايه عن اخطاء لا بلاش كده الزوج الصديق والزوجة الصديقة اللي بيسمعوا بعض كتير اللي بيرتحوا البعض و اللي بيحكوا البعض وفيه حاجة اسمها الزوج العاشق المحب دا الوالهان بقى اللي يفضل والهان في مراته ويحب أنه وفيه الزوجة العاشقة المحبة أنا بحب بقى ايه بحب أنه نحنا نضرب وإحنا نضرب المقبولة عن الزواج نعمل ايه بحب أدربهم على كل الأدوار دي لأن إحنا بنحتاج جل الأدوار دي في الجواز فاندربوا على أنه يبقى زوج أب بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هو يحتويها وعندنا مشكلة بتحصل كتير ودوت عشان هو مش متضرب على أنه يقوم بدور الزوج الأب لما الزوجة بتفقد والدها بتبقى أول حاجة منتظرها الزوجة أنه هو يعوضها حنان بابا ويخليه هو الظهر والسند لها لأن البنت لو كانت بتعلقة بوالدها ووالدها ده كان بيسبب لها الأمان في فترة مهمة في حياتها اللي هي فترة المراهقة وفترة الشباب قبل ما تروح لجوزها فلما بتفقده بتبقى عندها مشكلة وحتى احنا بنقول في أول الجواز بيبقى فيه أزمة اسمها أزمة البطل البنت اللي أبوها بطلها وزوجها زعلان أنه هو مش بطلها لما بيتوفى الوالد هو لازم يتقدم إلى دور الحامي والراعي والمساند لو عمل ده بيبقى بقاري وذلك لازم بنقول لازم الأزواج والزوجات لازم المخطوبة المخطوبة لازم يتدربوا على كل الأدوار بعد كده المقصد من الزواج المقصد من الزواج عايزين إيه بقى لازم نبص بقى على المقصد من الزواج ده خلاص ده نمط الزواج اللي هم عايزين رقم 3 نشوف مقصده من الزواج إيه واحد عايز يبقى عنده مقصد من الزواج إنه هو يبقى عنده عفة عنده محبة حد يساعده في الحياة حد ياخد حسه حد يأنسه حد يحبه فلازم نركز جدا 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 في مسألة الإيه المقصد بعد كده بقى نجي في الحاجة الرابعة لازم كل واحد فينا يعرف ده متجاوز ليه وهي متجاوزة ليه أنا اللي بقوله لكم ده هو اللي بيتسبب في مشاكل سنة قولة جواز لو إنه إحنا ما رعيناهوش يبقى إحنا قلنا كام قلنا أربع حاجات أول حاجة عن مات الشخصية وهو بتجاوز ليه وبعد كده المقصد من الزواج وبنقول راجب حاجة الكفاءة في الكفاءة يعني إيه الكفاءة؟ الكفاءة في نمط التدين ماينفعش إن واحدة متشددة أو واحد متشدد متجاوز واحدة هي قلبها كله مليان باللين ومن المحبة لا لازم يكون راعي ده طب هو لو فيه ده يحطوا على الترابيزة مع بعض القضايا اللي بينهم قبل الجواز عشان بعد كده هيبقى المسألة مسألة عراق ومسألة نصر للدين أنت متفلتة لا أنت اللي متفلت فالأول خالص نعرف نمط التدين كل واحد حاجة التانية هو الشخص قد إيه؟ عنده موقف من مفاهيم زي مفهوم الحرية وكمان يكون فيه كفاءة كمان في الصناعة يعني الصنعة والمهنة تكون قريبة كل ما كانت الحاجات دي قريبة كل ما ده كان يوصلنا لده ومفاهيم الكفاءة دي متاخدة من ماذا بالسادة الشافعية أول حاجة الكفاءة في الدين تاني حاجة الكفاءة في النسب تالت حاجة الكفاءة في الحرية وده خلاص بقت مسألة زي ما يقولوا كده مسألة تاريخية رابع حاجة الكفاءة في الصناعة الصناعة تكون رابع خامس حاجة البراءة من العيوب ما يكونش فيه عيوب بينهم طب ولو فيه عيب وحضر تضاء أهلا وسهلا بس ما تكونش فيه عيوب وبعد كده الكفاءة في المال دي كانت خمس حاجة الحاجة الستة اللي احنا عايزين نتكلم عنها السمات القلبية يعني ايه السمات القلبية ايه قلبي فلان دوت بيحركوا ايه يعني انا مش محبس جدا جدا ان امرأة تتجوز واحد وهي عرفها قاسر قلب قاسر قلب يعني ايه ما بيتحركش كده مش طيب او هو شخص او هو شخص ما بيتأثرش بوجع الناس او هو ممكن يدوس على حد وهو قاصد او ان واحد ده هي منهم مشاكل كتير بعد كده وخاصة ان هي عرفة ده قبل الجواز فالكلام ده السمات القلبية السمات قلب الانسان هو طيب ولا لا متسامح ولا لا كريم النفس يعني ايه كريم النفس يعني الشخص ده ممكن لما يشوف ما بيقفش على الوحد الشخص بخيل النفس ده اللي بيقف على الوحدة فالحاجات دي كلها السمات القلبية لابد ان هي تعرف يبقى عندنا ستة حاجات قلناهم اول حاجة كانت نمط الشخصية بتاعته كانت ايه تاني حاجة النمط في الزواج اللي هو كان عايزه يبقى ايه رابع حاجة ان احنا لازم نبص على الكفاءة خامس حاجة خامس حاجة احنا لازم نبص كمان على مسألة المقصد من الزواج اخر حاجة كان السادس حاجة ان احنا عايزين نبص كمان على السمات القلبية الست حاجات دي لابد ان احنا نركز فيها وفيهم تدريب واللي انا قلته انا عارف ان هنا وبتكلم ظهر في ايه ظهر في ازهانكم وتحركت في ازهانكم مواقف وحكايات وكمان مواقف كان لابد فيها من الحسم وكل لابد ان احنا نعرف الحاجات دي بس احنا ما عرفنهاش بيبقى سؤال اساسي نعمل ايه عشان نعمل ده لازم نتدرب لازم يبقى فيه تدريب واحنا حتى مراعاة اللي ده بقى برنامج المقبلة هزهاجة عندنا في داري الافتاءة المسارية بندرب على الحاجات دي لان الحاجات دي مهمة جدا 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 احنا بنعيش فترة الخطوبة نراعيها ونركز فيها يبقى اول حاجة اول اجراء اللي لازم نعمله لازم نتدرب كويس الحاجة التالية لازم نركز بالله عليكم بلاش ان احنا نزوب وانتوه في مسألة الايه فترة الخطوبة ومسألة العواطف والمشاعل رجاء ان نركز نركز واحنا مش بنتهم حد ولا بنتعامل معاه لانه تحت الاختبار لكن احنا عنعيش مع حد فنكون مركزين ازاي نعرفه وحتى احنا لو استشكلنا شيء مفيش مانع نسأله مفيش مانع نتحاور معاه مفيش مانع نعرف كل ده ولازم واخنا بنتكلم مع بعض بنقول لبعض احنا يهمنا الصدق في ده لان الكذب او التجمل مش هيريحنا انا ما بحبش ان الناس تقول ان فترة الخطوبة هي فترة الخطوبة ده بيحصل فيها بس انا ما بحبش ان ده يبقى استراتيجية ولا يبقى اساس احنا بنيش في الخطوبة ما بحبش فترة الخطوبة لا تكون فترة تجمل وكذب انا بحب ان تكون فترة الخطوبة فترة وضوح اللي عايز تجاوزك هيتجاوزك زي من انتي واللي عايزة تتجاوزك هتتجاوزك زي من انت يعني ايه زي من انت زي ما تقدر تخرج الصفات الجميلة فرصة ان احنا وجايين بنخطف الفترة دي ان احنا نتفق ان احنا نخرج احسن ما فينا مفيش مانع وهي عرفت صفة فيها وقالتنا ان دي مشكلة ان احنا نتكلم ازاي نغيرها مع بعض وده يحصل بالتدريب ويحصل كمان بالمشاركة والحوار